اشتركوا في القناة السيد بيدرو معالي السادة السفراء أيها الحضور الكريم ممتلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية أولاً أتشرف وأنا سعيد بأن أرحب بكم في هذه المعلمة الكروية مركب محمد السادس لكرة القدم الذي شيد بإشراف فعلي وعناية سامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله باسم عائلة كرة القدم الدولية والوطنية نجدد تشكراتنا لجلالة الملك نصره الله على هذه العناية التي يحيط بها كرة القدم على وجه الخصوص والرياضة بشكل نعم أرحب بكم ونحن بصدد توقيع اتفاق مشترك لترشيح واحد يجمع ثلاثة بلدان ويجمع قارتين لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 مؤمنين جميعا بأن هذه التظاهر الرياضية ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم لسماحها بفسح المجال لتجددي وإنعاشي الإرث الحضاري الذي يجمع بلداننا لمدة تزيد عن عشرة قرون ستكون فرصة سانحة لهذه البلدان لتعبر مرة أخرى عن تاريخ مشترك وعن حاضر مشترك أيضا وعن مستقبل نتطلع إليه جميعا من أجل خدمة القيم الإنسانية والحضارية واسمحوا لي أن أجدد لكم مرة أخرى عزم المملكة المغربية حكومة وشعبا مجندين وراء جلالة الملك نصره الله الذي كان السباق لإعلان هذه الظاهرة المرتبطة بتنظيم كأس العالم انطلاقا من كيجالي عاصمة رواندا مشيرا في خطابه أنا داك إلى نوعية هذه التظاهرة واستثنائيتها بين بعد حضاري يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين فرصة سانحة للشباب بين ضفتي هذا البحر فرصة سانحة للشباب الإفريقي والأوروبي للعمل جنبا إلى جنب لإظهار الحضارة المشتركة التي أشرت إليها وإلي ظهار أيضا القدرات الخلاقة لهذا الشباب لإنجاح تظاهرات من هذا الحشب نعم سيتجند المغرب شعبا وحكومة وراء جلالة الملك إلى جانب إخواننا في إسبانيا والبرتغال من أجل خلق فضاء يتسع للجميع دون حصره في حدود جغرافية لم تكن أبدا ولن تكون أبدا سدا في وجه تنامي الحضارة وتنامي الفضاء للإنسانية سنكون مجندين وراء جلالة الملك نصره الله لجعل هذه التظاهرة أحسنة تظاهرة عرفتها كرة القدم عبر تاريخها خاصة ونحن سنكون بصدد الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم سنة 2030 مرة أخرى مرحبا بكم في مدينة الرباط التي شهدت على الحضارة المشتركة للبلدان الثلاث والتي ستشهد اليوم إعلانا تاريخيا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب في سجل تاريخ كرة القدم وكأس العالم تاريخ يجسد إرادة مشتركة لتنظيم لتقديم ترشيح واحد بين ثلاثة بلدان وقارتين يجمعهما التاريخ والحاضر والمستقبل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله